وصلنا دلوقتي لفقرة صح ولا غلط وسؤالنا دايما بنقول صح ولا غلط في هيئة سؤال صح ولا غلط استخدام الكريمات والزيوت الخاصة بالشعر للأطفال كتير قوي من الأمهات والأباء الأمهات تحديدا وتحديدا لما بيكون عندهم بنات يعني الولاد ما بيهتموش بيوم قوي هسيقولك إيه؟ بنتي شعراها خشن شعراها مش عايزها يبقى ناعم عايز اهتم بيها وهكذا بادئ زي بادئ صح ولا غلط غلط مش المطلوب إن احنا نعمل للأطفال لا كريمات ولا حمام كريم ولا نستخدم زيوت ولا حمامات زي ولا حاجة خالص كل ما في الأمر إن احنا ممكن نستخدم شامبوهات اللي هي المركبات اللي بيكون فيها زيت الزيت المسموح الوحيد هو زيت جوز الهند تمام كده؟ يبقى زيت جوز الهند دي زيت جوز الهند ده هو زيت الوحيد المسموح وبيبقى بيدخل في تركيب الشامبو يعني لما نقول الشامبو ده فيه زيت جوز الهند خلاص إنما لو زيوت تانية لأ دي حاجة الحاجة التانية ممنوع كريمات فرد الشعر ما فيه كريمات لفرد الشعر ممنوع خلاص دي ممنوع يعني للأطفال ممنوع تمام وممنوع حمامات الكريم وممنوع الكوافير أنا باستغرب قوي الحقيقة أن فيه أمهات بياخدوا بناتهم صغرين عند الكوافير ممنوع خالص وممنوع أجهزة فرد الشعر المنزلية فيه حاجات كده البتاعة دي مش عارف أقول لو قلت اسمها تبقى إعلان ولا لأ بس أنتوا عارفينها يعني الببيليس يعني مش عارف إعلان ولا لأ بس هي دي ممنوعة دي ممنوعة برضو للأطفال خلاص كده أهم حاجة أقول لكم كده بقى على الزتونة بتاعت الموضوع هو عمر البلوغ الله إيه البلوغ وشعر عمر البلوغ هو التاريخ الفاصل هو أهم تاريخ دحكم بعد كده بقى على حال الشعر وعلى حال الجلد وعلى حال الكلام ده كله لأنه في وقت البلوغ بيحدث يعني اختلاف كبير جدا في مستوى هرمونات الجزء فيه هرمونات أصلا بتدخل بقى على الخط الوظيف بنسبة للبنات وبنسبة لأولاد فبلاش تحكموا قبل الحكاية دي وبلاش أنا قلتها قبل كده وبقولها تاني مطلوب من حضرتك العناية بشعر طفلك أو طفلتك مش مطلوب من حضرتك تغيير طبيعة شعره يعني ما تقوليش لأن الحكاية مش على مزاجك يعني هو الحكاية بنتي شعرها كيرلي هو حلو كده خلاص يعني هو تمام اعتني بيه بقى مطلوب من حضرتك أنك تعتني بيه آخر نصيحة أنه لما تاخدوا أي مستحضرات خاصة بالأطفال بالشعر يعني لازم تتأكدوا أنها خالية من مواد محددة زي البرابينز دي مادة لازم أن نخلي بالنا منها أنها مش موجودة ومادة الصلفيت وأنها خالية من الصبغات خلاص الجليسرين أحيانا بيكون مفيد لنعومة الشعر أنا بقول أحيانا أنا هو خلاص بس بدون استخدامه بكثرة ولازم الشعر يتشطف بعدها يعني بعدها بخمس دقايق على الأكثر برضو المنتجات اللي بتكون فيها زيت الأرجان أنا قلت زيت الجوز الهند كويس وزيت الأرجان بيبقى كويس شكرا